السلام عليكم حرف كلا جاء في القرآن الكريم في مواضيع عديدة فما معنى الحرف كلا وكيف استعمل في القرآن الكريم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه القرآن العظيم كلام الله المعجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو منهجنا في هذه الحياة وهو مرجعنا في كثير من الأمور ومنها اللغة العربية وكما نعلم إخوة الكرام أن اللغة العربية تتألف من اسم وفعل وحرف ومن الحروف التي جاءت في القرآن الكريم الحرف كلا وكلا إخوة الكرام حرف ردع وزجر يردع ويسجر عن مضمون كلام سابق من متكلم واحد أو من كلام يحكى من متكلم آخر أو كلام مسموع منه وكلا تأتي بعد كلام يتم إبطاله والرد عليه فما قبل كلا هو الكلام المبطل وما بعد كلا هو الجواب على هذا الكلام المبطل وسأسكر لكم مثالا من سورة الشعراء يقول الله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين نلاحظ هنا في هذا المثال أن كلمة كلا جاءت بعد كلام أصحاب موسى إنا لمدركون فجاءت كلمة كلا لتبطل هذا الكلام ويأتي بعدها الرد من موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين فغالبا ما تأتي كلا بعد الكلام المبطل وفي مثال ثاني يقول الله عز وجل في سورة مريم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فكلا هنا جاءت لتبطل الكلام الذي كان قبلها واتخذوا من دون الله آلهة ويأتي الرد بعد كلا سيكفرون بعبادتهم وفي مثال ثالث يقول الله تعالى في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أيضا هنا كلا أبطلت الكلام الذي قبلها ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ليأتي الرد بعد كلا إنها كلمة هو قائلها وكلا هنا من معانيها الرد كما سنبين بعد قليل فقد جاءت كلمة كلا في القرآن الكريم على أربعة معاني سنستعرضها سريعا المعنى الأول بمعنى الرد والإبطال ومثاله ما جاء في سورة مريم يقول الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا فهنا كلا جاءت للرد على الكلام السابق وإبطال هذا الكلام أي إنه لم يطلع على الغيب ولم يتخذ أهدا من الرحمن المعنى الثاني من معاني كلا تأتي تحقيقا لما بعدها ومثاله ما جاء في سورة النبأ يقول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فهنا جاءت للتحقيق والتأكيد أي حقا أنهم سيعلمون المعنى الثالث من معاني كلا الردع والزجر ومثاله ما جاء في سورة التكاثر يقول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فهنا جاءت كلا لردعهم وزجرهم عن التكاثر والافتخار بهذا التكاثر ولردعهم عن ظنهم أن هذا سينفعهم فجاءت كلا سوف يعلمون ثم جاءت الآية بعدها للتأكيد ثم كلا سوف يعلمون ثم أكد الله جل جلاله ذلك مرة أخرى بقوله كلا لو تعلمون علم اليقين وذلك إبلاغا في الردع والزجر والموعظة أما المعنى الرابع من معاني كلا في القرآن الكريم فهي تأتي صلة للقسم ومثاله ما جاء في سورة المدثر يقول الله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر فكلا هنا صلة للقسم بمعنى إي أو نعم أو بمعنى حقا أي حقا والقمر هذا باختصار إخوة الكرام ما جاء عن كلا في القرآن الكريم فكلا هي حرف ردع وزجر وتأتي بمعاني متعددة وغالبا ما تأتي بعد كلام مبطل وما يكون بعدها رد على هذا الكلام المبطل الذي جاء قبلها نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا بديننا وقرآننا ولغتنا العربية الجميلة نسأل الله الهداية والإخلاص والتقوى والاستقامة دائما وأبدا دمتم برعاية الله وحفظه اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم